احنا كلنا ضيوف الله سبحانه وتعالى وانا الحياة برحب بيكي واستغل الفرصة دي واقول لحضرتك ان الانترو انا شفت الانترو وانت بتقدميه انترو يليق بأولاد الناس المحترمين ربنا يخليك وحييك على هذه الروح الطيبة لانه اللي انت تكلمت عنها دي بهذا الكلام الجميل تستاهل اكتر من كده دعاء فاروق بالنسبة لنا هي اخت وزميلة واستاذة اعلام الاستاذة دعاء فاروق الحياة هتبقى ابدا ان شاء الله باذن الله هتستمر وانا متأكد انها هتقدي دورها في مكان اخر في وقت اخر في قناة اخرى في برنامج اخر انا مش عارف فين بالظر دعاء تشرف اي قناة هي تبقى فيها وتنجح اي برنامج تبقى فيه وتنجح اي مكان هي تتواجد فيه عاوز اشكرها وعاوز اقول لها انها الحياة كانت يعني دائما وابدا عاملة زي الاسد الرابط خلف الخطوط للدفاع الاسلام ودفاع القيم ودفاع الاخلاق وكانت تتميز بصفات عديدة وده سبب حب الناس ليها وارتباط نجاح البرنامج بيها كل التحية والاحترام لها ان شاء الله لكن زي ما قالت اختنا الكريمة او بنتنا الكريمة لم ياء هو الحقيقة احنا كلنا ضيوف في اماكن متعددة النهاردة انا هنا بكرة هناك دا هنا دا هناك ادي حال الدنيا ورب سبحان الله ودوام ربنا يبارك فيك يا دعاء وشكرا لك يا لمياء وموضوع الحلقة على فكرة موضوع لطيف جدا جدا وهو دا اللي احنا بنتمنى محبين